نتيجة للاشتباكات التي تشهدها العاصمة رابلس والعدوان الذي ما زال مستمر من قبل قوات حفتر تعرضت الشبكة العامة للكهرباء لأضرار جسيمة زادت من تفاقم أزمة انقطاع الديار الكهربائي وزيادة سعاد طرح الأحمال التي تراوحت بين 8 إلى 12 ساعة العدوان نتج عنه إصابة خطوط نقل الطاقة جهد 30 كيلو فولت المغذية لمحطة العربان الشرقية والغربية 30 كيلو فولت ما أدى إلى إخراج محطة غود الريح عن الخدمة وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة والتي قدرت تكلفتها بربع مليون دينار ونتيجة للاشتباكات الدائرة بمنطقة عينزارة الواقعة جنوب ترابلس تعرضت محطة تحويل 11 30 كيلو فولت الجيركني بعد سقوط قذيفة على أحد المحاولات تسببت في نشوب النيران واحتراق المحطة بالكامل ومخزن يحتوي على معدات بالإضافة إلى تعرض أجزاء من مبنى دائرة التوزيع للأحتراق كما تسبب الحريق في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة عن منطقة عينزارة وتعتبر محطة تحويل 11 30 كيلو فولت الجيركني إحدى أهم محطات التحويل التي تغذي أحيان كثيرة من منطقة عينزارة والتي تقدر تكلفة إنشائها بما يفوق الثلاثة ملايين دينار لبي محطة التبى 220 30 11 400 كيلو فولت الواقعة في ودربيع والتي تعتبر محطة رئيسية ومغذية للمنطقة هي الأخرى تعرضت للرماية وتخريب منظومة التشغيل 220 400 كما تم إشعال النيران في الكوابل ما أدى إلى تلفها والحاجة إلى تغييرها والتي قدرت بـ 730 ألف دينار لبي نتيجة للاشتباكات المسلحة بجنوب العاصمة رابلس تعرضت خطوط نقل الطاقة جهة 30 كيلو فولت المغذية لمحطتي واد الحي وبوشيبة جهة 30 كيلو فولت أيضا لأضرار جسيمة كما تعرضت خطوط 11 كيلو فولت المغذية لمنطقة واد الحي لأضرار جسيمة الأمر الذي أدى إلى فقدان التغذية في محطتي بوشيبة والوقود من محطة 220 بيرلغنم ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة واد الحي وبوشيبة بخسائر قدرت 470 ألف دينار لبي المحطة الفرعية بجامع التغار أيضا هي الأخرى تعرضت للاستهداف وإصابة أربعة من كوابل الضغط العالي 11 كيلو فولت والخروج وخروج محطة 30 مفرق السواني وإصابة محاول 30 كيلو فولت بنفس المحطة بأعيرة نارية وقدرت الخسارة نتيجة ذلك بنصف مليون دينار العدوان على ترابلس أدى أيضا إلى تدمير محطة فندق الشريف جهد 3011 كيلو فولت وخروجها عن الخدمة الأمر الذي تسبب في قطاع الديار الكهربائي عن منطقة فندق الشريف وما جوارها على بعد مسافة 15 كيلو متر وتعتبر المحطة أحدى المحطات المهمة بالشبكة الكهربائية حيث تربط بين محطة بيغشير والطويشة وبيرمروان والتي قدرت تكلفة إعادة إنشائها بمليوني دينار أحداث القتال المستمر على تخوم العاصمة سببت نزيفا لإنتاج الكهرباء ما تسبب بخسارة يومية وعجزا في إنتاج الطاقة الكهربائية قدر بألفين ميجاوات وساعات مديدة من القطاع الديار الكهربائي عن المناطق السكانية اذ زادت حياة المواطنين عسرا يوما بعد آخر